الشيخ كهلان هنا أيضا معنا سؤال أخ ناصر الرحبي يقول الدعوة بعد صلاة الجمعة في الجوامع لحضور عقد قران أو مناسبة ينتشر كثيرا فما حكمه لا ينبغي أن يكون لأن المساجد إنما جعلت لإعلاء ذكر اسم الله تبارك وتعالى ولتقديسه وتعظيمه ولعمارتها بصنوف العبادات من إقامة الصلوات ومن حلق الذكر والعلم والفقه في دين الله عز وجل نعم و كل ما يتعارض مع قدسية رسالة المسجد فالواجب أن تنزه عنه المساجد أن تنزه عنه بيوت الله تبارك وتعالى في أرضه ويستأنس لذلك بما ورد النهي عنه عن فعله في المساجد من إنشاد الضوال ومن اتخاذها طرقا ومن التعريف باللقط فيها نعم فهذه منهي عنها في المساجد فما كان من الإعلان عن الولائم والمناسبات فلا يريب أنه لا يتناسب مع قدسية المسجد إذا كان ذلك خاري المسجد فلا إشكال كما هو الشان في التعريف باللقط عند جماهير أهل العلم ويسند إلى ابن عباس وطائف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهم أنه إذا كان التعريف باللقط عند أبواب المساجد فلا حرج فمن أجل ذلك ينبغي أن تنزه المساجد عن مثل هذه الإعلانات نعم والله تعالى أعلم